ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ارتفاع مهول لدرجة الحرارة بالمغرب مرفوق بأمطار كشف الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أسباب ارتفاع درجة الحرارة التي يشهدها المغرب حاليا والتي بلغت 35 درجة بعدد من المناطق والمرتقى بأن يكون متبوعا بأمطار يوم غد الخميس ستشمل الكثير من المناطق على الصعيد الوطني وفي هذا الصياق قال رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة بالمغرب شهدت ارتفاعا ملموسا خلال اليومين الماضيين خصوصا بجنوب ووسط البلاد حيث بالغ الارتفاع ما يعادل 5 إلى 8 درجات فوق المعدل الموسمي حيث تم تسجيل درجات حرارة وصلت إلى غاية 35 درجة بأيت ملول وستي إفني و34 درجة بتارودانت و32 درجة بتيزنيت وغولميم حيث تم تجاوز الحرارة القصوى الشهرية لشهر فبراير بهذه المدن ويعزى ارتفاع درجة الحرارة بالجنوب ووسط البلاد بحسب يعابد إلى رياح جنوبية شرقية تعمل على صعود كتل هوائية دافئة ومدارية من الجنوب نحو أقالي من الجنوبية ووسط البلاد بعد أن سجل شهر يناير الماضي درجة حرارة تعتبر الأكثر دفئا على الإطلاق على مستوى العالمي وكذا على مستوى المغرب كذلك شكرا